يا كبير، تتلق فينك بلد كلها عليها، وما كي لهاش روح انت علي حاضر يا كبير، ربنا نسلم لا يا سلام عمتي فين؟ عمتي فين؟ اللي جابك دلوة كشمس عايزنا أعرف ان عمتي مش لجينها وأقعد ساكتة؟ يا طرى روحت فين يا فوزية؟ يا طرى روحت فين يا عمتي؟ ما هو مش معقول برضو يا زينب؟ تكون تاهد ولا اختفنت؟ هي مش عيلة صغيرة؟ ما تسكتش يا رتالي؟ كفاية بقى؟ مش ناصينك ابني وبعد كده فوزية بكرة يبقى ابني فوزية كمان وما يبقى شلت بالك كلها جرمارة وانا وابنه وست الحسني والجمالة كفاية يا رتالي؟ هو احنا فيه وأنا فيه؟ حينو مش ناصين موخك المريض ده؟ ما تهدي شوية ومالو عشان افتكر عشان كل ما افتكر انك مديت ايدك علي يا زينب ما نساش حق ابني عبدالله وانت كمان ما تنسيش نوح ربني يخليه كده ويبقى راجل مالوهدوم لا يا حبيبتي ده مش عشان تفتكري ده عشان تفوي من اللي انت فيه وعشان تعرفي ان الصور اللي في موخك يا رتال ده مجرد مرض فاهمت؟ خد مرتك ومشى مرهان وانا لو جالي خبر هقولك لقيت يا زينب ما كانش لك حق ترملك ده سبوري علي يا الشمس اللي عمتي فوزي بس وانا هقولك هقدل لها مخهزة هي لازم تفهم اللي هي فيه مش لو لقناها وحيات ام وامك يا زينب فوزي ما هللاقيها عارفة ليه؟ عشان انت عايزة كده وعشان انت تلعت نمرة ونمرة كبيرة قوي عميتك لو لفنا الدنيا كلها مش هللاقيها في الاخر بقى هيقولوا فوزي يا طفشت او الجننة او سفرة الحجاز زي خالك عب سلام ارهق يا سب ارهق لي عايزة يعيش todavía ما بتجلقاش دا دكتور مجرد مين قالك اني خايفة ا teng首先 هي طفش او انا فوضيع لجمو مجلق والباقي بعد العملية انت ايه اللي جابك دلوقت؟ دخلت ست الحصد؟ دخلت اه، وجلك العملية هتاخد كده؟ سعب الكتير ومالو، قدينا مستنين عشان نروح نبلغ سبع الرجال بقولك ايه، احنا ما اتفقناش عالليلة دي متخفيش، انا عرف انا بعمل ايه ما تتكلم، ايه اللي حصل؟ اسألها على ايه؟ تهتستهبل يا بيت ما تنطعي انت اللي مجنون، في حد يصدك صوفة؟ فيها مفيدة اللي هنم متجوزاني ومتجوزة صوفة في نفس الوقت كسماً بالله ما حصل وهو لو كدب يعني كان هيجيله عين يجيلي البيت ويقولي الكلام ده في وشي انا مش عايز ولك المزيادة عايز يا فتحي حد غيرنا وعمل عملتك دي كان دفنك تحت رجليك ولا حد سأل فيك ولا الاجدية وانت عارف وانتي لولا ان انت ام عبد الحكيم والده اخوي كان زمان يدلوك رميكي في الرشاح وبكرة الصبح جت دلت وقعيب على وش الميا والكلام بتنهش فيها ما غير فضايا ولا كلام كتير طلقها طلقها انت طالق 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 بالتلاتة وهكي تكوني فكرة انك هديك سري اخت شمس بجوازك من فتحي ولا فتحي هياخدك ويطلعك لفوق طبقي غلطانة وهبلة وعبيطة مش فاهم اي حاجة في الدنيا دي اللي زيك لما اتجاوز والدي عبد الحكيم يفضل طول عمره يحمد ربنا ابو سيد وش وظهر ويزهد الجواز ويقمد عينه عن الرجالة اسماعي تتلمنى حالك ومحتالك وتطلعي بره البلد ما شوفش وشك مرة تاني احنا بره بره شمس امرك يا خوي اهو قدامك اهو لو خلعت مداسك ودربته بيه اعملك ده قد حاجك منه ايه هو ده تفاكرين نفسكو مين تفاكرين عبده اشتريته من سوق العبيد ولا ايه ايوا يا فتحي عبده اشتريناك من سوق العبيد دخلت بيضعب حكيم وانت ولا حاجة مشالك في جراسه وعملك احسن ما بيعملنا وجوزك بيته في الاخر طلعت توسخ من وساخ مش قلت لك قبلك ديه تطلق شمس طلقه بعد اذنك يا اخوي حقك علينا هتكلم بعد اذنك يا حسن سيبوني معاه شوية حاضر يا شمس اذنك يا حسن اذنك يا حسن لو واحدة غيري كت عاملت الاخوتها جلولها عليه ولو واحدة غيري كت خلت اخوتها يدفنوك حي بس لا انا بتقصول الاصول اللي انت ما تعرفش عنها حاجة ولا تعرف كمتها يا شمس بس ولا كلمة انت تجعد وتسمع وبس عارفة انك عايز تكبر وتحس انك بني آدم وعليه الجيمة عارفة انك حاسس انك أدل مننا وان النقص اللي جواك ديه يخليك تفرق وتاكل في نفسك عايز تقول انا احسن من شمس واحسن من العيلة اللي انت منها واحد واحد لسه ليك انت تكلم بعد كل اللي عملته اخساره انا كنت فاكراك هتقول لي معلش يا شمس سامحيني يا ست الستان حاجك علي وانا كنت حاجولهم هالو عشو الخطر اللي فبطني وهو انا عملت ايه انا يا شمس اكتر من اللي اخواتك عملوا اتجاوزت واحدة ثانية تم هم اتجاوزوا ثانية وثالتة حرف انت عملت ايه انت قسرتfun هاجولها الك لتاني وره بس اتكون اخر وره انت عايز تحيش معايا ولا لا؟ بص يا فتحي انا جواز مش هتجوز داني وقلبي انت كسرت واتقفل خلاص بس اللي جيدة اهمتني كلها ولو حكلك مش شايبك قديني بجولك او يمكن تفهم انا كنت ممكن اجولك طلجني ما عايزكش ومراوان ولا حسن كانوا هيخلوك تطلجني غصبا عنك بس فكرت في ولدك لما هيكبر ويسأل عنك هجوله ايه مراوان ولا حسن اخواتي وانا نني عنهم من جوا كل واحد فيهم يشلني على رأسه ويفديني بروحه لكن ولا حد فيهم ما يحب ولدك زيك اخواتي